خارطة عسكرية جديدة وعملية إعادة توزيع لقوات الشرعية تهدف إلى إحداث تغيير في موازين القوى في ميدان المعركة وتحويل الكفة لصالحها في المناطق التي لا تزال تحت قبضة الميليشيات الحوثية قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في القوات المسلحة اليمنية وجهت بنقل معظم الوحدات العسكرية المتبركزة في عدن إلى مناطق المواجهات للمشاركة في القتال وطرد الحوثيين وتضم الألوية العسكرية في عدن المزمع توزيعها آلاف المقاتلين الذين تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة طوال الأشهر الماضية التوجيه الرسمي لقيادة المنطقة الرابعة يلزم 12 لواء عسكريا بإعادة الانتشار من عدن إلى خطوط التماس لمواجهة الميليشيات الإنقلابية وأوكلت لبعض الوحدات في هذه القوات مهمة التمركز في أطراف محافظة تعز لفك الحصار عنها وتتضمن مناطق الانتشار الجديدة لهذه الألوية منطقة حيفان وكرش والقبيطة بالإضافة إلى الوازعية وموزع ومقبنة وتنتشر وحدات أخرى من هذه القوات في منطقة موريس بمحافظة الضالع ومكيراس وجبل ثرة بمحافظة أبيان للمشاركة في القتال ضد الحوثيين عسكريون يؤكدون أن هذه الوحدات كفيلة باستعادة ما تبقى من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وتتزامن التحركات العسكرية المرتقبة مع عملية عسكرية أطلقتها قوات الشرعية لاستعادة ما تبقى من محافظة مأرب سير العمليات في مديرية سرواح يشير إلى تقدم قوات الشرعية نحو مركز المديرية التي تعد آخر معاقل الحوثيين في المحافظة وتنفذ قوات الشرعية عملية التفاف تهدف إلى السيطرة على خطوط الإمداد التابعة للحوثيين وتشكل سرواح أهمية كبيرة في معادلة الحرب الدائرة في مأرب نظراً لقربها من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين الأمر الذي يجعل من استعادتها أولوية قصوى لقوات الشرعية ترجمة نانسي قنقر